اخر حاجة وهو تكرار ارجوكم يا جماعة ارجوكم لمن له الامر في هذا الامر رأبوك طاعات النشئين في الاندية ده الكنز بتاعنا ده الكنز بتاعنا بص شوفوا بيعملوا ايه شوف يا باش يخش كده اقول له لو سمحت معلش انا اسف والله انا اسف هو اللاعب اللي وزنه كبير ده هو بيلعب ازاي في الفرقة قل له اسأله طيب معلش هو اللاعب اللي اصغر من المرحلة العمرية دي بيلعب في المرحلة العمرية دي ليه او اللي اكبر من المرحلة بيلعب في المرحلة العمرية دي ليه اسأله طب حرك المدرب اللي انت اخترته ده ايه مؤهلاته العلمية انا بقولك هو مساء على سبيل المثال ايه مؤهلاته العلمية في التدريب اللي خلاه يبقى موجود مسك الفرقة دي قدمهولي وريني وريني السويب بتاعه وريني مؤهلاته في التدريب يعني وان كان يعني مؤهلات العلمية كمان مهمة جدا مش دي قصة تانية بس ديني المؤهلات بتاعته وشوف وحاسب وراجع اللعبة دي بتلعب في ملاعب عاملة ازاي اللعبة دي بتتأهل ازاي اللعبة دي عندها دكتور نفسي بيشتغل معاهم ولأ معاهم حد اخصائد تغزية بيشتغل معاهم ولأ روح رائب وشوف عشان اللي بيحصل في قطاعات الناشئين سيء بلفز محترم سيء ما يديش بقى منتخبات الشباب حاجة عشان ما نقودش بقى ننوم المدرب ونجيب اتحاد الكرة اللي كلهم غلطانين طبعا بس هنمسك في دول وهايتغيروا هيجي غيرهم هنبقى من نفس الدايرة يعني مش هنطلع منها مش هنطلع منها